مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة السادسة تحياتي الكل اللي بيتابعوني على شاشة النادي الأهلي مش هقول مبروك لكن فرحان فرحة كبيرة جدا مش بس بالعرض المميز وبالفوز على منتخب من أفضل المنتخبات وأقوها في بطولة أمم إفريقيا لكن مبسوط جدا 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 بعودة الروح عودة شخصية البطل لمنتخب مصر وصلنا قبل كده كاس عالم وصلنا قبل كده نهائي أمم إفريقيا قدام الكاميرون لكن في ولا مرة من دول حتى ما وصلنا لكاس العالم وصلنا لنهاية أمم إفريقيا وحتى وإحنا نلعب أمم إفريقيا على أرضنا نسخة 2019 ما شفتش لاش أخصية البطل ولا روح المنتخب لأول مرة من سنين طويلة جدا 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 يقدم المنتخب عرض قول عليه الأقوى قول عليه الأجمال قول عليه الأروع قول زي ما انت عايز تقول والكلام ده نسبت عليه بصرف النظر عن مباراة الكاميرون الكلام ده أتمنى الحقيقة يكون بداية لعودة منتخب مصر لشكله ووضعه الطبيعي اللي بنقوله على منتخب مصر النهاردة هو بالضبط بالضبط اللي كان مزعلنا هو بالضبط بالضبط اللي كان مدايقنا مش بس بسبب كارلوس كيروش بسبب كارلوس كيروش ويعني زمرت مديرين فنين قبل منه منتخب مصر غاب عنه والروح وغاب عنه الشخصية لسنين طويلة وهي وده اللي كان مدايقنا كننا واثقين دايما في لعبتنا وكننا واثقين دايما في إمكانيات لعبتنا حتى قدام القوى العزمة في أفريقيا ظهر ده قدام كودي فوار ظهر من بعده قدام المغرب وباشوف الحقيقة انه اللي يعدي من عقبتين بحاجم كودي فوار والمغرب خدوا بالكو احنا لعبين مطش زيادة يعني تقريبا يعني يعني انت لعب 120 في 120 يعني 240 فضلك 30 وتقفل 3 مطشات فطبعا مجهود غير طبيعي منافسة ومطش المغرب على وجه التحديد كن لعب 11 ضد 12 يعني يعني أنا طبعا يعني مدرك انه فيه كلام كتير جدا عن التحكيم في بطولة أمم أفريقيا ومدرك تماما انه التحكيم الأفريقي مش في أفضل أحواله بقالنا سنين بنتكلم في ملف التحكيم وانه أخطاءه مؤثرة جدا وفي أوقات كتير جدا بتبقى متعمدة لكن ما كانتش مفهوم أبدا انه حكم سنغالي يحكم مباراة دور تمانية واحنا بنتكلم انه السنغال مازال الطرف في البطولة ما كانتش مفهوم أبدا أبدا المستوى السيء اللي ظهر عليه نداي الحكم السنغالي اللي بيحكم مباراة منتخب مصر وده يحطينا الحقيقة أمام عقبة أولى في مباراة الكاميرون قبل حتى منتكلم على الغيابات الغيابات للأسف الشديد مؤثرة جدا جدا من بداية البطولة مش بس في مطش المغرب يعني فقدنا أكرم توفيق من بعد فقدنا الوينش من بعد فقدنا الشنوي وحمدي فتحي ومطش المغرب زاد أوجعنا بفقدان أبو جبل وأحمد حجازي اللي مقدروش يكملوا مباراة أطمن حضراتكم من احتمالية حجازي وأبو جبل في التواجد في مباراة الكاميرون مازالت قائمة وان شاء الله بإذن الله الروح دي اللي موجود يسد يعني احنا قلنا أكرم توفيق هيأثر بالتأكيد ظهر عمر كمال عبد الواحد بمستوى ولا أرواح قلنا أنه محمود حمدي الوينش ما كانش فيه غنى عنه ظهر عبد المنعم بمستوى ولا أرواح وحتى في ظل غياب الشنوي أبو جبل قام بدور أكتر من رائع في مشوار المنتخب المصري فالحمد لله كل اللي موجود الروح الرهان على الروح يبقى بس أنه مصر تضغط بأي شكله من الأشكال وأعتقد فيه طبعا مهانس هانيا بوريدا في المكتب التنفيذي في التحاد الأفريقي من الممكن أنا عارف أنه الكاميرون هي الدولة المنظمة وعارف أن الظروف كانت بفعل فاعل أو كانت غير مقصودة خدمت الكاميرون في أوقات كتيرة جدا في البطولة دي على وجه التحديد لكن اللي أعتقد أنه لازم ندفع عنه وده حقنا المشروع هو مباراة الكاميرون كان نفسي جدا حكم كبير للأسف طبعا فيكتور جوميز كان بيحكم مطش السنغال مبارح كان نفسي جدا حكم زي فيكتور جوميز يبقى هو المسؤول عن مباراة دورة قبل النهاية لأنه حكم من أفضل الحكام الموجودين على الساحة من الصعب في ناس بتقول مصطفى هربال طبعا حكم الجزائري وهو أيضا حكم متماس جدا لكن أنا شايف أنه هيبقى صعب قوي أنه حكم عربي يحكم للكاميرون على أرضها في مواجهة منتخب عربي وهو بالمناسبة الممثل العربي الوحيد الباقي في دور القبل النهاية ودور الأربعة كل التوفيق لمنتخبنا الوطني هتكلم بالتفصيل هقول لكم على آخر التطورات الخاصة بمنتخبنا والعين على خميس سبت حد خميس الجاي طبعا هتكون مواجهة مصر والكاميرون الساعة 9 بتوقيت القاهرة السبت يبدأ الأهلي مشواره فعليا في بطولة كاس العالم الأندية والمشوار بدأ النهاردة مبدئيا كده طبعا البعثة سفرت لأبو ظبي النهاردة الساعة 4 بتوقيت القاهرة ويمكن يوصلوا في خلال دقايق بالسلام ان شاء الله بإذن الله لأبو ظبي هقول لحضراتكم قوامة البعثة وقول لحضراتكم الأسماء اللي وقع عليها اختيار مستر بيتشو موسماني عشان تكون موجودة مع الفريق في البطولة خليني كمان اقول لكم انه على أقل تأدير الأهلي هيظهر في البطولة دي بغياب تمانية من اللاعبين الأساسيين اللي لعبوا آخر مباراة بسكوات كامل لنادي الأهلي يعني عندك في حرص المرمى الشناوي عندك قدامه بدر بنون أيمن أشرف أكرم توفيق دولار باع غياب وراء عندك في نص الملعب حمدي فتحي والسولية أدي اتنين كمان يبقوا ستة وعندك قدام محمد شريف وبرسي تاو أدي تمانية دول تمانية من سكوات الأهلي الأساسي اللي لعب به الأهلي آخر مباراة قبل ما ينضم لعبين المنتخبات المختلفة هيغيبوا عن المشاركة في بطولة كاس العالم بالإضافة اللي لسه طويلة جدا من أسماء منهم بقى أقول حسام حسن أقول صلاح محسن أقول محمد محمود فالحقيقة يعني ظروف صعبة جدا وقصية جدا الأهلي بيخود بيها بطولة كاس العالم للأندية اللي يهون علينا من الأمر شوية أنه مونتري المكسيكي الفريق اللي احنا بنقابله فيه حاجتين مهمين جدا لازم نعرفهم أولا مش في أفضل أحواله يعني خافيار أجري المدير الفني المكسيكي الرجل حطت بصمته الحقيقة مع الفريق الفريق بيحتل المركز التاسعة في الدولة المكسيكي فعروضه مش هي الأقوى يعني مش الفريق برضو لتقول أنه بطل المكسيك أو بطل القر من ناحية تانية كمان زي ما الأهلي بيعاني من غيابات كمان مونتري المكسيكي بيعاني من غيابات سيبكم من كل الكلام بتقلع السوشال ميديا هذه الغيابات غير مؤكد عددها حتى اللحظة لكن خلينا يقولوا حضراتكم تعادل المكسيكي الأخير في تصفية كاس العالم مع كوستاريكا فدنا بشكل كبير جدا ليه؟ لأنه في حالة فوز المكسيك في المباراة دي كانت هتضمن التأهل المباشر لبطولة كاس العالم لكن هي تعادلت والتعادل ده حطها في خانة ياك لو كانوا فازوا كانوا هيسيبوا لعبة مونتري المكسيك تشارك مع الفريق في بطولة كاس العالم التعادل ده خليهم يتمسكوا بتواجد اللاعبين المكسيكيين اللي بيعابوا المونتري وتقريبا هم خمس لعبين هيكونوا موجودين مع المكسيك المكسيك هتلعب مع مين؟ المكسيك هتلعب مع هتلعب مع بانما يوم الخميس الصبح الساعة خمسة بتوقيتنا هنا في مصر المكسيك هتلعب مع بانما الساعة خمسة صباحا توقيتنا احنا في القاهرة هنا يوم خمسة الصبح عندهم لعبة كمان عندهم لعب كمان في كوستاريكا وكوستاريكا هتلعب مع جمايكا في نفس التصفيات كاس العالم يوم الخميس الساعة 2 صباحا فبالتالي الستة دوليين دول يعني احتمالات وجودهم مع الفريق صعبة جدا في مباراة الاهل كمان يضيف عليهم غياب دوفان وده الحقيقة واحد من أهم اللعيبة ده النمر عشرة بتاعهم جناح شمال لعيب مهاري جدا ضموه تقريبا بحوالي 2 مليون دولار في الانتقالات الصيفية ده عنده أصابة بروباط صليبي فبرضو قيمتهم مش مكتملة يعني فأعتقد انه برضو ده يعني إلى حد ما يخفف صدمتنا شوية في عدد الغيابات اللي موجودة عندنا خليني أقول لكم بقى طبعا فرقة زي ما قلت لحضراتكم برئاسة خالد مرتاجي أمينسان دول نادي الأهلي النهاردة سفرت لأبوظبي الساعة 4 مستر مسماني اختار حقيقة في القيمة 22 لعب منهم وليد سليمان علي لطفي احسن الشحات رمي ربيع محمد هاني طاهر محمد طاهر أليو تزنج محمد محمود أحمد عبدالقادر عمار حمدي برسيتاو محمد أشرف محمد فخري أفشا محمود وحيد حمز علاء كريم فؤاد حسام حسن لويس مكسوني زياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم آه فيهم إصابات فيهم إصابات طبعا والمستر المسلماني قرر إنه يعني ياخد كل المصابين معاه أملا فيه شفاء يعني بعض اللاعبين أو تجهزهم على أقل تأدير احنا هنلعب مطشين مطش يوم 5 اللي جاي وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله مطش يوم 9 على أقل تأدير هيبقى في مطش يوم 8 8 ده في حالة خسارتنا من مونتري نلعب على الخامس والسادس يوم 8 كسبنا إن شاء الله بإذن الله يبقى هنلعب بالميراس يوم 9 فيه قبل النهائي ففيه أمل كبير جدا طبعا لعبة الدولية اللي مع منتخباتها أو مع منتخب المصري تحديدا في حالة سلامتهم هكذا أنا تمنى أنا شايف إيه حجم الإصابات الخرافي يعني فيه علامة استفهام هل ده إحنا مندفع فطور التلاحم بالمواسم الأخيرة أنا بتكلم سواء على مستوى النادي الأهلي كنت بتكلم على مستوى المنتخب المصري إحنا ما فيش مطش يخلو من إصابة يعني أو إصابتين حجم أو كم الإصابات في صفوف في لعبتنا أهلي ومنتخب مصري كبيرة جدا ودي علامة استفهام أعتقد أن إحنا محتاجين مراجعة وطبعا متخصصين بقى في حتة الأحمال يتكلموا أكتر مني وهم يفهموا أكتر مني أكيد فكرة الحملة الزايد سبب بشكل يعني جزء من المسؤولية لكن في النهاية برضو أنت بتتكلم على عدد مش قليل في اللعبة الدولية ده فيما يتعلق بمطشات كسر عالم فبالتالي إحنا إن شاء الله بإذن الله خميس منتخب مصر مع الكاميرا السبت إن شاء الله الأهلي مع منتراي والحد بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله نكون بنلعب نهائي بطولة أمم إفريقيا إن شاء الله بإذن الله وأعتقد يعني أن حظوص منتخب السنغال اللي قدم عرض قوي جدا قدام غينية الاستوائية وفاس بنتيجة 3 واحد أقرب للتأهل على حساب بوركينا فاسو علي معلول أطمن حضراتكم علي معلول إن شاء الله هنضم كمان لبعثة الفريق النهاردة هيوصل بالليل إن شاء الله لأبو ظابي في حدود الساعة 9 مساء وهيكون جاهز إن شاء الله عشان يدخل في معسكر إعداد الفريق اللي هيبدأ وهننقله لحضراتكم طبعا كل يوم في السادسة نروح لأبو ظابي ونتطمن على أخبار الفرقة وسعادتها لمواجهة مونتري وانطلاقة بطولة كاس العالم للأندي سريعا جدا أقول لكم إن وولتر بواليا في السلية القطري إعارة لمدة 6 شهور وده اللي أكده طبعا أن يتوفيق النهاردة وقال إنه تم الانتهاء من كل الإجراءات وهينتقل وولتر بواليا لللاعبة في صفوف السلية القطري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة دي كانت فقرتنا الإخبارية عندها لقاء مهم جدا جدا اللي يفتكر واللي التابع طبعا مونتري مش غريب علينا قابلنا قبل كده مرتين في كاس عالم كاس عالم عندها يعني منهم كان واحد من اللاعبين المتقلقين السزار دي الجادو نجم مونتري اللي واجه الأهلي بالفعل قبل كده في كاس العالم وهو هيكون ضفنا في السلسة من خلال فيديو كونفرنس بس اسمحولنا نروح لفاصل ونرجع نتكلم معاه ونشوف إيه هي أخبار ومستجدات مونتري واستعداده لمواجهة الأهلي في كاس العالم رايحين البطولة وهدفنا نكون على منصة التتويق ده أحساس وشعور وحلم وطموح كل مشجع أهلاوي وإن شاء الله بإذن الله نحن لها رغم كل الصعوبات ظروف التوقيت الغيابات والبعد عن المشاركة اللي موجودين طبعا معنا هنا أو لغياب الدوليين اللي كانوا بيشاركوا مع منتخبتهم الحمد لله رجع لنا علي معلول وقالي تزينج وفي انتظار إن شاء الله بقيت لعبتنا تلحق بينا بعد تتويق مصر بإذن الله إن شاء الله ببطولة أمم أفريقيا لعبتنا ترجع لنا مرة تانية ويكملوا معنا مشوار التتويق في المراحل المتقدمة بس الأهم طبعا هو التركيز على المواجهة الأولى مفتاح البطولة مونتري المكسيكو وهو منافس ليس بالصعب على الإطلاق وليس بالسهل في نفس الوقت منافس وخصم يمكن متمرس أبنا مرتين وفي المرتين قدر يتفوق على النادي الأهلي لكن الظروف السنة دي مختلفة مختلفة لأنه الأهلي هو الحاصل على برونزية النسخة الأخيرة من كاس العالم للأندي على حسابها المراسل البرازيلي مختلف لأنه مونتري مع فيار أجاري مش الفريق المرعب أو الفريق القوي ولكن يبقى طبعا خصم محترم جدا ومباراة في غاية الصعوبة مباراة الافتتاحية خلينا ناخد رأي طبعا سيزار دل جادو نجم منتخب الأرجنتين ونجم أولمبيك ليوني السابق وهدف مونتري السابق كمان هيكون ضفنا في السادسة من خلال فيديو كونفرنس سيزار دل جادو بشكرك على وجودك معنا وأهلا بك على شاشة الأهلي في السادسة شكرا جزيلا ومساء الخير عليكم جميعا قبل ما تكلم في الفنيات وأسمع منك رؤيتك للمواجهة المنتظرة بين الأهلي وبين مونتري المكسيكي خليني أسألك الأول عن توقيت البطولة وإزاي بتشوف الصعوبة اللي بتنطبق الحقيقة على فرقتين مش بس على نادي الأهلي لكن كمان بتنطبق على نادي مونتري المكسيكي غيابات كتيرة بسبب انضمام لعبيد دوليين لمنتخباتهم إزاي بتشوف اختيار التوقيت ده لإقامة البطولة نعم حسنا أعتقد أن المعد توقيت البطولة صعب بسبب الالتزامات عند الفريق بالنسبة للارتباطات الدولية سواء بالنسبة لمنتخب المكسيك اللعبين الدوليين الموجودين في صفوف المنتخب المكسيكي في المونتري أو حتى بالنسبة للنادي الأهلي اللعبين المتواجدين في بطولة أفريقيا ولذلك هناك حذر كبير جدا بالنسبة للمباراة بسبب الغيابات العديدة في صفوف الفريقين ولكن أعتقد أن الفريقين سيحضران للمباراة بأفضل طريقة ممكنة لأنها مباراة صعبة بالنسبة للفريقين ولكن دون شك ولكن طبعا دون شك بالنسبة للتواريخ بتاعة الفيفا أعتقد أنها جعلت الموقف صعب ولكن أعتقد أنها تبقى إن شاء الله مباراة قوية ما بين الفريقين مونتري فريق تعود دايما على أنه يكون على منصات التتويج فيما يتعلق بالبطولات المكسيكية المحلية والقرية كمان لكن السنة دي ما أخاف يارجري ليس في أحسن حالاته وفي حدود معلوماتي بيحتل المركز التاسع على تقريبا التاسع في جدول ترتيب الدوري بتشوف إيه سبب التراجع ده وتقييمك لمستوى مونتري مع تحت قيادة خفيرة جاري حسناً لا أعتقد أن مستوى الفريق أعتقد أنه حتى وإن كان في وضع متأخر في جدول الترتيب ولكنه في فرمة جيدة أتفق معك بأن النتائج ليست جيدة ولكن الفريق يظل فريق خطير بعيداً عن أنه مش موجود في أفضل ترتيب لي في الدوري ولكنه يبقى فريق خطير وأعتقد أنه في النسخة الحالية من المونديال قادر على أنه يقدم أفضل نسخة له مقارنة أو بالنظر لقدرات اللاعبين وكل لعيف في كل مركز أعتقد أن الفريق قادر أنه يقدم بطولة قوية ومستعد بشكل كبير جداً لهذه النسخة من المونديال الأندية طيب خليني أسمع رأيك في فرقة النادي الأهل أنت وجهت الأهل قبل كده برضو في مونديال الأندية وأنت بتمثل مونتريا المكسيكي وبتالي تابعة النسخة الأخيرة من كاس عالم الأندية للأهل فاز فيها أو حق فيها الميدالية البرونزية على حساب فالميراس البرازيلي من وجهة نظرك إيه الاختلاف بين الجيليني؟ سينيور دلقادو أعيد السؤال الثاني يبدو أننا نتصال بسيزار دل جاد ومهاجم أوليمبيك ليوني خلينا أرجع مع حضراتكم لمشوارنا في كاس العالم الأندية واللي هنبتدين إن شاء الله يوم السبت بعد ما نتطمن على وصول منتخبنا الوطني بإذن الله لنهائي بطولة أمم إفريقيا هكذا نتمنيها طبعا دي لقطات من مغادرة الفريق النهاردة محمد ماجدي أفشة نشكر كارلوس كيروش إنه لم يختار محمد ماجدي أفشة يعني الواحد كان الحقيقة بيهجم الرجل في وقت ملوات على عدم اختياره الأفشة لأنه في مركزه يعتبر أنا في ظني دي وجهة نظر ونختلف بقى في موضوع وجهات النظر وجهات النظر دايما نسبية تقبلها تختلف معها ترفضها دي حاجة ترجع لك لكن هو أفضل لعب في المركز دي في مصر حاليا يعني لكن الحمد لله رب ضرة النفعة زهيبة بيقوله محمد ماجدي أفشة أعتقد عنصر هيكون مهم جدا وأساسي جدا مع سكواد الفريق في كهس العالم حتى محمد محمود المصاب برضو مستر بيتسو مسلماني أثاره أنه يكون موجود مع قيمة الفريق اللي هتسافر إن شاء الله بإذن الله كل المصابين يعني يتم تجهزهم محدش عارف الفرصة ممكن تيجي المين ودينا شوفنا اللي قلنا مثلا على محمد عبد المنعم كنا متخوفين من مشاركته ولد صغير ما فيش خبرة دولية بطولة صعبة مطشاط كبيرة ظهر في أول ما ظهر كود في فورو المغرب فقالك الولد حقيقي قبله بلاعا حسنا فما حدش عارف يمكن تكون فرصة لكتير من اللقايبة أنها تظهر في بطولة مهمة جدا وجامهيرية طبعا في المقام الأول زي بطولة كهس العالم الأندية هنرجع مع حضراتكم نتواصل وفقراتنا ممتدة في السادسة بس اسمحونا نروح لفاصل ونرجع نستقبل سيزار دي الجاد ونجم طبعا مونتريل مكسيكي مرة تانية معنا في السادسة كنت بقول لحضراتكم طبعا يمكن في البداية أنه ليه بشوف ماتش مونتريل المكسيكي مفتاح البطولة لأنه طبعا هي مواجهة صعبة خصوصا الظروف والمقدمات اللي سبقت المباراة بتقول أنه الأهلي بيمر بظروف معاكسة كتير جدا سواء كانت الغيابات أو سواء كانت الإصابات لكن لو إن شاء الله نجحنا في تجاوز المباراة دي يعني لو دينا نعدي إن شاء الله يوم السبت من مونتريل المكسيكي وأنا شايف أنه حتى رغم الغيابات الأهلي عنده عناصر مؤثرة جدا وتقدر تقوم بالمهمة إن شاء الله على أكمل وجه هتبقى مباراة صعبة لكن نحن لها إحنا بتوع الصعب دايما ومسلماني تحديدا كمان بتوع الصعب يعني تتفق تختلف على كورة الراجل لكن دايما الحقيقة في المناسبات الكبيرة ما فيش بطولة دولية ما حققش فيها مسلماني إنجاز يعني أخفاقاته كانت محلية لكن على مستوى القري سوبر اتنين سوبر دولي أبطال اتنين دولي أبطال كاس عالم برونزية فالراجل دايما في المناسبات الكبيرة حاضر وبصمته واضحة فنتمنى إن شاء الله لو عادنا من مونتريل نقدر نكمل وخصوصا أنه هيرجع لنا عدد كبير جدا من اللعبين نرجع على استزعار دل جاد نجم طبعا أولمبيك ليونيو المنتخب الأرجنتيني وهداف مونتريل السابق كنت بسألك إنك لعبت قبل كده قدام النادي الأهلي في واحدة من نسخ كاس عالم الأندية وتبعت الأهلي اللي توج أو فاز بالميدالية البرونزية في النسخة الأخيرة من كاس عالم الأندية من وجهة نظر سيزار دل جاد وإيه الفرق بين النسختين من فري الأهلي حسنا في المونديال السابق وجهت النادي الأهلي وقدمنا مباراة جيدة جدا أمام النادي الأهلي وأعتقد أن القائمة الحالية من النادي الأهلي مختلفة تماما عن القائمة التي وجهناها ولهذا أعتقد أن الأهلي حاليا أقوى بكثير من المباراة السابقة التي كنت متواجد فيها ولهذا أعتقد أن الأهلي أقوى من النسخ السابق من المونديال ولهذا هو استطاع أن يحصد المركز الثالث في النسخة الأخيرة من المونديال ولهذا على فريق منتري أن يكون حذر للغاية لدى مواجهة الأهلي لأنها ستكون مواجهة صعبة الفريق تطور كثيرا على مستوى كرة القدم في كل الأوجه وزهنيا أيضا وعلى مستوى كرة القدم طيب لو كلمت معك عن ملف المحترفين اللي بيلعبوا في صفوف منتري والأهم والأبرز فيهم من وجهة نظرك اللي ممكن تراهن عليهم طبعا في مواجهة النادي الأهلي في هذه المباراة أعتقد أعتقد أن اللعبين عليهم أن يكون هو اللعب بصره هو الذي يجب الحذر منه هو اللعب مهاري وقادر على صناعات الفريق للفريق هو اللعب هو اللعب الأهم هو اللعب هو اللعب الأكثر شرصة في الفريق وعلى الأهلي الحذر منه هل أغيب عن مونتري لعبين بدعي الإصابة؟ يعني أنا المتأكد بينها دوفان فيرجارا ده طبعا الجناح الأيسر ده تأكدنا من إصابته وعدم قدرته على المشاركة في كاس عامل عنديه هل في إصابات تانية ممكن تمنع لعبي مونتري من المشاركة؟ لا أعلم طبيعة الإصابات في الفريق في الفترة الحالية ولكن نعم هناك لعبين شباب أعتقد أن هناك لعبين شباب وهناك لعبين متمرسين في الفريق يمتلكون الخبرة الكبيرة هناك لعبين عديدين هيكونوا في حالة جيدة وأعتقد أيضا أن فريق التوقيت من الممكن أن يؤثر على اللعبين ولكني أعتقد أن اللعبين سيكونوا في أفضل حالة بالنية رغم حالة الإرهاق ولكن علينا الحذر من الأهلي أيضا عليه الحذر من فريق مونتري لأنه فريق متمرس أيضا من لعبي الذين يلعبون في الدرجة الأولى في الدرجة الممتازة وهناك لعبين شباب أيضا في القائمة في موسم الانتقالات الشتوي هل أم فريق أو إدارة مونتري بدعم الفريق أي من الصفقات قبل المشاركة في كاس العالم للأندية؟ لا ليست صفقات كثيرة لم نقوم بصفقات كثيرة قمنا بتدعيم فقط منطقة الوسط خط الوسط بشكل خاص وبثرق لعب يعرف الفريق جيدا ولكن لم نكن هناك صفقات كثيرة لم ندعم الفريق بصفقات كثيرة لم تكن هناك لعبين من أوروبا ولكن أعتقد أن القائمة الحالية هي قائمة متكاملة بتواجد بثر في خط الوسط ولهذا أعتقد أن الفريق قادر على أن يكون في أفضل شكل ممكن ولكن أعتقد أن الغيابات لن تكون مؤثرة على فريق منتري لأن فريق منتري يبقى فريق كبير وخطير بعيدا عن كل الظروف المحيطة به حاليا سيزار دل جادو نجم المنتخب الأرجنتيني وولمكي الكيوني وهدف طبعا منتري المكسيكي قال لصابق بشكرك شكرا جزيلا على ظهورك مع شاشة النادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله تكون مباراة منتري مفتاحنا للتتويج على الأقل إن شاء الله بإذن الله نحق إنجاز مماثل أو مشابه للإنجازين اللي حققناهم قبل كده وللأ ما نروحش الأبعد ونتجاوز بالمراس ونوصل للمباراة النهائية ده ما عنديش شك إنه حلم كل الأهلوية حتى اللي مازالوا متمسكين به حتى رغم الظروف الصعب على كل أحوال خلينا نسأل مدفعج النادي الأهلي نجم من أكبر نجوم والأسماء للعبة في تاريخ النادي الأهلي كابتن خالد جدالة هشرفنا في السادسة النهاردة بس تسمحونا الروح لفاصل وبعده نستقبل نجمنا النهاردة كابتن خالد جدالة في ستوديو السادسة مصريين كلهم فرحانين بالشكل اللي ظهر عليه منتخب مصر مجهته مع المغرب المباراة الأصعب والأقوى والأجمل بالمناسبة في مشوار المنتخب الوطني من سنين طويلة أنا مش مع مظاهر الاحتفال المبالغ فيها اللي شفتها لكن فرحان مش بالمكسب بقدم أنا فرحان بعودة الروح والشخصية مرة تانية اللي غابت لسنين طويلة حتى رغم وصلنا الكاس العالم وحتى رغم وصلنا نهاية أمم أفريقي قبل كده ما شفناش المنتخب اللي مصري بالشكل ده وبالروح دي وبالحلاوة والجمال في الأداء وفي النتيجة زي ما شفنا في مباراة المغرب وده اللي خلينا نرفع سقف طموحاتنا للجاي واللي جاي صعب جدا مش بس صعوبته جوه الملعب لكن أعتقد كمان في صعوبات هنواجهها بره الملعب ويمكن تبتدي معنا من النهاردة بالمناسبة خلينا نقول لكم أن منتخب الوطني طلب من اللجنة المنظمة البطولة أنه يغير مقر الإقامة لأنه مقر الإقامة إمكانياته متوضع جدا وبالتالي بعد رحيل عدد كبير من البعثات بعد خروجها من البطولة طلب المنتخب وده اللي هيحصل السيناريو الأقرب للحدوث أنه ينقل مقر إقامته لفندق أكثر يعني استعدادا خلينا ناخد طبعا وجهة نظر كابتن خالد جدالة اللي يمكن عدت معاف أكثر من محطة على مشوار المنتخب المصري وكان ليه أراء في توقيتات مهمة جدا خلينا ناخد وجهة نظره في مرحلة في غاية الأهمية في مشوار ومنتخب عشان بطولة أمم أفريقيا وعشان كمان الأهم بعد كده كاس العالم كابتن خالد مساء الخير منور الدنيا الله خليك أحمر مساء النور عرضين أعتقد يعني أثلاجه صدور المصريين زي ما بيقولوا مباراة كوديفوار رغم التواضع الأداء الحقيقة اللي شفناه في دور المجموعات لكن وكأن في انتفاضة حصلت في مباراة كوديفوار وأكدها المنتخب المصري في مواجهة المنتخب المغربي في سيناريو لم يتوقعه أحد حقك كنت متوقع ده كنت شايف أنه المنتخب المصري قادر يغير جلده قادر في نفس البطولة اللي ما أجدش بشكل كبير في بدايتها أن يوصل للمستوى ده والله من البداية يا أحمد كان باين أن لعبتنا مركزين ولكن كان فيه خوف من البطولة البدايات دائماً بتبقى صعبة جداً بداية أي بطولة بتبقى صعبة جداً لعبتنا كانوا شايلين هم البطولة بشكل كبير جداً وكان واضح عليهم في البداية بدأ برات نيجيريا وبعد كده غينيا والسودان كسبنا الماتشين اللي بعد كده ولكن العرض برضو ما كانش مقنع بالنسبة لمعظم الجمهور يعني اللي بيحب المنتخب وبيحب البلد يعني ولكن اللعيبة أنا شايف أن الكورة عايزانة يعني الكورة بتنادي علينا من ماتش الماتش المستوى في تصاعد التركيز بيزيد لمة الفرقة بتزيد ودي من الحاجات المهمة جداً ومن الإيجابيات اللي أنا بصراحة مبسوط منها جداً طبعاً اللعيبة كلها ملمومين مع بعض بشكل كبير جداً واضح أنه هم مركزين ونسبة تركيز ومعادية حتى المية في المية أكتر من كده من ماتش الماتش التركيز بيزيد والإيجابية داخل الملعب بتزيد وخد بالك يا أحمد التركيز خلال التسعين ديئة مهمة جداً كل لما اللعيبة بتبقى على نفس مستوى التركيز وما بتسرحش وما بتنساش ومحددة هدف قدامها وعايزيني يوصلوله الكورة بتديهم ولكن أنا من خبرتي الكورة عايزانة والكورة جاية معانا يعني الحمد لله حتى بدءاً من مباراة طبعاً كودفور زي ما أنت قلت لأن عرض اختلف بشكل كبير جداً أداء هايل أداء رجولي أداء بطولي اللعيبة كلها مستوى ارتفع مش مثلاً اتنين تلاتة بقوا كويسين لا الفرقة كلها على نفس المستوى مستوىها ارتفع الكورة ديتنا في ضربات الجزاء الحمد لله وبرضو من الإيجابيات اللي لازم نقف عندها اللعيب البديل اللي بينزل بيبقى له دور كبير جداً يعني ده واضح أنه هو مؤهل نفسياً بشكل كويس جداً وزي ما بقول سمة النجاح أو أساس النجاح لنا بإذن الله في البطولة دي هي لمة الفرقة الحب اللي موجود بين اللعيبة أنه مش مهمة نبالعب ولا قاعد ولا بديل لا لما بلعب بركز وبدي بشكل كويس جداً شفنا بوجبل شفنا محمد صبحي شفنا يعني الفرقة شكلها يفرح وزي ما بقول هو ده اللي فرحنا أن نلاقي روح نلاقي أداء نلاقي جدعانة نلاقي رجولة النتيجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ولكن الحمد لله خليها الماتشين وماتش المغرب مبارح ربنا وفقنا كنا متأخرين ولكن قدرنا نرجع والحاجة اللي تطمننا أن أنت في أي بطولة لما بتلاقي المستوى بيرتفع تدريجياً دي مؤشرات بتبقى كويسة وبإذن الله تبقى نتيجتها النجاح لغاية الأخر ولكن عندنا معترك صعب جداً الماتش اللي جاي بتاعكي أنا بس مش عايزة مش عايزة روح للكاميرون لأن الكاميرون فيها حاجات جوه جوه الملعب زي ما قلت وفيه حاجات بره الملعب لازم نحطها في الاعتبار لكن خليني أخد الأول مكاسب ماتش إحنا طبعاً يعني يمكن من سوق حظنا أن إحنا لعبنا ماتشين مارسون وره بعض يعني ماتش الكوديفوار داخل في 120 دي وماتش المغرب داخل في 120 دي فدول أعتقد برضو يعني بدنياً على اللعيبة هيأثروا بشكل كبير لكن خليني أطلع بالمكاسب الأول يعني مكاسب مبارح من ناحية الفنية شفتها إزاي في المباراة سواء عناصر أجادة سواء في طريقة لعب سواء في تغييرات كيروش اللي أعتقد هو كمان مش بس اللعيبة جوه الملعب مستوى تطور لكن الرجل كمان تخلى أعتقد يعني درجة كبيرة عن عناده أو إصراره على العند في مراحل قبل كده ومستوى مع المنتخب أعتقد كمان يعني يحسب لي زي ما بننتقده لما يعني ما بيوجدش أعتقد لما يجيد لابد أن نحن نديله كردت اللي يستحب نه طبعاً يعني المكاسب كتيراً بارح أو الإيجابيات كتيراً بارح نمر واحد أن أنت كسبت الماتش كسبت فرقة قوية جداً فرقة المغرب كنا خسرانين وقدرنا نرجع ودي من المكاسب والإيجابيات الكبيرة جداً إزاي أن أنت تبقى خسران قدام فرقة كبيرة وهدف أنا دايماً الجولة ما بيجي بقدري بتهايلي أنه بيدي أحباط يعني سلاح زوحدين يعني هو ممكن يدي لك أحباط وممكن يدي لك روح زيادة أو تركيز زيادة وده اللي حصل معنا فمن الإيجابيات أن أنت تكون متأخر وتلعب قدام فرقة كبيرة وتقدر أن أنت تتعادل وتكسب وتكمل للآخر من الإيجابيات برضو أن أنت لعبت قدام كود دوفار 120 ديئة وبعد ثلاث تيام بتلعب برضو قدام المغرب 120 ديئة دي من الإيجابيات دي برضو بتبين لنا أن الراجل اللي مسؤول عن الأحمال مش عايز أقول الأحمال لأنه ما فيش أحمال أو ما فيش تدريب فيه أحمال دلوقتي أن المسؤول عن إعادة الشفاء بالنسبة للعيبة أو الاستشفاء ده نجح بشكل كبير جداً واضح أن اللعيبة عملت الشفاء بشكل كويس جداً أنه هم ابتدوا مبارح إحنا حسنا أنه إحنا ملعبناش من ثلاث تيام 120 ديئة وده النجاح في التدريب فدي من الإيجابيات الكبيرة جداً إيجابيات محمد صلاح طبعاً مبارح ظهر بمظهر كويس جداً عمل أسست وجايب جون برضو دي من الإيجابيات أنه إحنا نشوف محمد في الصورة اللي إحنا دايماً مستنينه فيها وهو فعلاً أجاد مبارح والنيني كمان في الماطشين والنيني مبارح بس لسه عنده أكثر من كده يعني ممكن نيجي على النيني لأن أنا عارف اللي إتنين يعني أنا عارف بس النيني في ماطش كنت في غورة عام الماطش أنا ما شوفتش النيني في المنتخب أبداً بالمستوى ده بصراحة عنده أحسن من كده عنده أحسن من كده كتير يعني النيني بالذات لأن أنا عارف إمكانياته وعارف دماغه بالذات في التمرير والاستلام وإزاي أنه يتحكم في رتم الماتش عنده أكتر من كده ولكن شكله كان كويس فماتش صح العاج ومبارح فإجابات كتيرة جدا الحمد لله الإجابات تاجية زي ما أنت قلت كيروش بس مش عايزين يوعد يعني إيه يعني إمبارح كان خانقنا الشوط الأولاني كان خانق الفرقة بمعنى إيه يعني وضعه لأي من أشرف في نص الملعب ده فكر ده وجهة نظر مدير فني ووجهة النظر دي دايما مدير فني بيحطها بناء على تخيله للماتش قبل ما يتلعب تخيله للفرقة اللي حنلعب قدامها وتخيله لسيناريو الماتش من قبل ما يتلعب وبعدين يختار اللعيب اللي هو ينفز له التخيل أو السيناريو اللي هو شافه ينجحه إحنا مش عايزينه بقى يدوخنا كل اللعيب يلعب في مكان كل أيمن أشرف من اللعيبة الممتازة ولكن لما حتيجي حتحطه في نص الملعب أنا شايف إن برضو تفكير ما كانش في محله ومش ناجح ليه لأن أيمن عمل ضربة الجزاء يعني هو حطه عشان يقفل على أشرف حكيمي في الجبهة اليمين فحطت عشان يعمل جبهة زي ما بنسمع في أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف قدامه وإنني بيدم كمان معهم في حالة وإن أشرف حكيمي بيبتدي يتقدم لو أنا فاكر الجون لأن شفته أكتر من مرة أشرف متقدم إنني دخل عليه ترقص رقص أحمد أبو الفتوح أيمن أشرف من وراء أحمد وبعدين عمل تاكلين جابي البنالتي فيبقى أنت السيناريو يا كيروش أن أنت تحط أيمن أشرف عشان يقفل الجنب ده ما كانت صح وبعدين هو فكر مدربين لما يكون فيه باكرايت سريع وقوي زي أشرف حكيمي فكر لإما أنا لعب عليه واحد مدافع زي ما هو فكر كده يجيب مساك ولعبه في نص الملعب أو ظهير شمال أساسه يعني ولعبه في نص الملعب زي أيمن أشرف عشان أوقفه ده فكر وفيه فكر تاني يقولك لو البطرة أنا أحط له العيب يهاجم عليه يعني ينهي القوى بدل ما هيفضل مخزونه البدني كله بيستخدمه في النواحي الهجومية لا أنا أستهلكه على أقل خليه 50% هجومي و50% دافع معي وده اللي أنا كنت شايف أنه هو الأصح سنة ليه الأفضل أه طبعا الأصح وكان برضو من وجهة نظر يوم ما بتفرج ولو زيزوا في المكان ده كان أشرف حكيمي مش هيتقدم بالشكل ده ولو نرجع للماتش الشوت الثاني أشرف حكيمي ما كانش زي الشوت الأولاني طيب أنا عايز حاجة تقييم للوجوه الصعيدة يعني فيه لعيبة شاركة في البطولة دي من غير ما يكون حد متوقع أن هم أساسا هيخدوا فرصة يعني محدش قبل البطولة ممكن كان يتوقع في وجود أكرم أن عمر كمال يلعب أساسي البطولة كلها أو أنه حد زي محمد عبد المنعم في وجود الوينش وإحجازي ياخد فرصة أساسا للمشاركة أو حد زي أحمد فتوح يقدم بطولة ولا أروع والولد الحقيقة ولا صغير ما عندوش الخبرة الدولية أو المشوار مع المنتخب اللي يبقى خليه وقف على رجليه في البطولة الأصعب والأكبر تقييمك للسلاسي ده من وجهة نظرك زي قدموا البطولة دي يا كابتن خالي؟ لا قدموها بشكل كويس جدا وكسبنا ثلاثة لعيبة على مستوى عالي جدا أو أحمد أبو الفتوح أو محمد عبد المنعم بالأخص محمد عبد المنعم عشان أول مرة يلعب وعمر كمال عبد الواحد كسبناهم اتنين لعيبة على مستوى عالي قدوا بشكل كويس وكل ما حيلعبوا خبرتهم حتزيدوا مستوىهم حيبا كويس بس الرسالة اللي احنا نقدمها من دلوقتي كورة القدم ما تحبش اللي بيخاف ما بتحبش اللي بيخاف كنت بتوجي رسالة دي مين لأول كابتن خالي؟ للعيبة ولا للجهاز؟ لا للجهاز أنا دايما بحب زيني أنا مش هتزنق في العيب ودايما كورة القدم زي ما بقولك بتحب الجريء بتحب المديل فني الجريء مش هتفرق فلان بيلعب ماشي فلان حصل ظروف وهو مش موجود وديت فرصة لحد ما خافش ادي فرص لأن الحمد لله طلعنا بلعيبة جديدة بس بس خلينا تفق على حاجة برضو كابتن خالت يعني كانت مشكلة دايما نتخل مصر حتى وهو بيكسب انه كان كنت بتحس انه تسعين دقيقة من المعاناة يعني الجمهور نفسه هو بيتفرج على الماتش بتحس ان احنا بنعاني بنعاني مش عاجزين مش قادرين العربية مش عايزة تدور مش عايزة تدور بنعتل طول التسعين دقيقة الاداء مش اللي هو لكن حتى في ماتش كوت ديفور اللي انتهى بتاع عدل سلبي لا احنا هادرنا نهاجم كوت ديفور ونخلق فرص وفي وقت ملاقات كنا الاخطر ولو في شوية تركيز ودي واحدة مدفعات اللي لازم كيروش تشتغل عليها وحيك ممكن تدينا رشدة كده احنا بضيع يعني كم كبير جدا من الفرص وخصوصا قبل مواجهة الأسود على ملعبهم وبين جمهورهم عايزة اسمع رأيك ونصائحك بقى للجهاز الفني ورؤيتك لمواجهة مصر والكاميرون التشكيل والطريع الأنسب ورؤيتك وتقييمك كمان منتخب الكاميرون والعناصر الأخطر فيه بس تسمح لنا هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع نجميل النهاردة كابتن خالد جدال هروح لمطش الكاميرا بس قبل ما أروح لازم أسأل كابتن خالد على رأيه في التحكيم مبارح لأنه هي نفس النقطة اللي احنا متخوفين منها واللي خالت كتير من الجمهور على فكرة يعني كتير من مبارح الناس اللي تبعت المباراة كتحسة أنه الموضوع ده مش حكم مستوى سيء وخلاص لا ده موضوعه مقصود وهدفه خروج مصر من البطول شايف مستوى نداية حكم مطش مبارح ازاي كابتن خالد وهل شايف التحكيم ممكن يكون لي دور سلبي في مطش الكاميرا اه طبعا احنا يعني من الدروس المستفادة من مطش مبارح واللي لازم لعبتنا تخلي بالها كويس جدا 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 وزاي ما نسبة تركيزهم بنقول تبع عليها خلال اللقاء لا مع الحكام بس ده حكم يعصب ويشتت ويعمل بس احنا لازم نتعامل نعرف كيف كيفية التعامل مع الحكام الأفارق ازاي حكم الأفريقي لو ظلمك في الأول ما تعترضش عليه سيبه اسكت كل ما هتعترض كل ما هزلمك ده اللي حصل امبارح يعني كان كامل بسادزم كده كابتن خالد سادزم يعني 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 هواية هواية كده هو نازل مبارح الاسمرار في الظلم ده هو عشان نازل يخسرنا يعني هو مبارح نازل عشان يخسرنا هو نمرة واحد فيه خطأ احنا المباراة الفاصلة بتاعتنا في الوصول لكاس العام مع السنغال طيب جايب لي حكم سنغالي ليه والسنغال طرف البطولة والسنغال طرف مكملة فهو واضح من الأول أنه هو محجمنا وعايز يخسرنا نمرة اثنين انت بتحط حكم اللغة بتاعته فرنش بيتكلم فرنساوي زي المغرب يعني حتى لعبتنا مش هتعرف توصى بتتكلمه انجليزي هو ممكن ما يكونش فاهم انجليز فشايف كم اعتراضات اعتراضات فايزيت في الظلم وقرارات الغلط 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 فحاجات غريبة جدا بسي مدرسة تقولك لا يعني يعني عطرد واتكلم عشان ما يتم مش حيغير مش حيغير هتعترد هو مش حيغير حيظلمك زيادة الماتش اللي جاي بقى إيسف اللي حصل انبارح ده إيسف خمسة درابه في خمسة يعني هيحصل اكتر منه خمس اضعاف ليه انت بتلاعب الدولة المنظمة والكاميرون وصاحبة الارض والجمهور هشايف ان ردود افعال اللعيبة ساهمت في زيادة حجم العند مع حكم حكم حيظلمك بلاش اعتراضات لان الناس كلها بتتفرج وفيه فار يعني الاعتراض الوحيد اللي يقوم به هو كابتن التيم يعني مش لازم خمسة ستة يتلموا عليه هل فيه ده جوا الملعب ونصيحة مهمة جدا اتمنى تكون وصل لعبتنا فكرة انه الاعتراض ممكن يزود اصرار الحكم على كابتن التيم بس يعني محمد صلاح بس لو فيه اي ملحوظة يروح يتكلم معنا طب سؤال تاني بقى برا الملعب يعني من قبل المطشة هنحن نتكلم مطشة الخميس ونحن النهاردة الاثنين هل فيه اي تحرك ممكن مصر تعمله او تتواصل مع الكاف او مع اللجنة المنظمة تضمن فيها انه يكون فيه اختيار حكم من بين مثلا انتات اسماء هل دوارد ولا ولا الامور دي خارج نطاق السيطرة خارج نطاق السيطرة يعني مش في ادينا طب على الاقل نستبعد الحكام انا انا اسف ان انا بقول كده بس فيه حكام سيئ السمعة زي ما بيقوله هل ممكن انت مصر تطالب بحكي زي جاي ان الحكام دول ما يبقوش للأسف لا 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 يعني هلعب ضد 12 برضو لا ما ينفقها بالزبط الماتش اللي جاي لا 13 وجمهور انت الجمهور والحكم والفرقة اللي انت بتلعب قدام عشان كده الماتش اللي جاي محتاج يعني حرفية وحنكة في التعامل وخبرة كبيرة جدا وانا متأكد ان صلاح بيقوم بالدور ده بشكل كويس هم هيتفرجوا مبارح على الماتش وحيشوفوا المطالب ان هو يتكلم مع الحكم هو كابت التيم بس الكاميرون اصعب ولا المغرب وكودفور لا الكاميرون الكاميرون اصعب اه كتيم فنيا الكاميرون اقوى الكاميرون اقوى من المغرب ومن كودفور اقوى عندها لعيبة هم اقوى هجوما فينسنت اللي هو فينسان ابو بكر ده لعيب كويس جدا لا واللي جنبي توكو ايكانبي ايكانبي هم الاتنين اللي هدفين بتوع الفريق هدفين بتوع البريق وبيلعبوا بتقين قدام ومن المشاكل بيعملوا مشاكل لقاية فنس وليه بيعملوا مشاكل لقاية فنس لان دايما كل تحركاتهم عايزين الكرة من وراء خط الدفاع كل تحركاتهم من وراء خط الدفاع وده الفراودة اللي هي الخطيرة اللي بتعمل عشان كده بيجيبوا جوان كتير يعني تحركاتهم كلها مفاسة لبية مش بيلعب مثلا انا راس حربة والمساك مسكني او السردبات مسكني فبسقط عشان استيلم لا ده انا عايز الكرة من ظهر السردباك بجري قدام كل تحركاتي لقدافة دي بتعمل مشاكل دي تجيب بلينات لو ما فيش حنكة بقى وتوقيت تايمين كويس جدا في الدخول على الكورة ممكن اجيب ممكن بتعمل اجيب فاول يعني بتعمل مشاكل فمن هنا خطورة فرقة الكاميرا طب في غياب حجازي والوينش يعني خلينا نقول انه الوينش ممكن يلحق وفي كلام انه حجازي ممكن يلحق لكن خلينا نفترض من اتنين موجودين مش موجودين مين من وجهة نظر كابتن خالد يشغل المركزين دول عبد المنعم وايمن ولا عبد المنعم ومحمود علاء ولا محمود علاء وايمن لا ايمن ومحمد عبد المنعم ايمن وعبد المنعم اه لان برضو محمود علاء بعيد شوية لاتنين رجليون في الملعب محمود علاء بعيد شوية ويقدروا يشتغلوا على رصيل حربة بشكل كويس بس محتاجين مؤذرة المؤذرة تيجي منين ما انفعش الباكين اللي عندنا بقى اللي حيلعبوا على الاطراف في النواحي الدفاعية يكونوا فتحين لا لازم اضم يبقى اللي اربعة بتقع خط الظهر بتقعنا المسافات ما بينهم من خمس يارضات لست يارضات سيب اللي على الطرف الباك سيب اللي على الطرف لما الكرة تروح على الطرف يبقى اطلع ويبتدي عملية الترحيل ولكن القلب لازم اللي اربعة يكونوا قفلين سبات الطريقة والتشكيل بصرف نظر عن الغيابات سبات الطريقة والتشكيل مفترض يكون راهان كيروس في المباراة اللي جاية وحاك شايف انه مع الكاميرون لا لازم يبقى فيه ترير في الطريقة طريقة اللعب لا بدماغ كيروس لا حيثبت الطريقة والتشكيل ده بدماغه بمفهوم هو انما لا وهو ممكن تغير تغير الأفراد طيب يعني احنا اتفقنا انه المدير الفني مش بيحط الطريقة والتشكيل ويقول يلا ننزل نلعب المدير الفني بيقرأ الفرقة اللي هيلعبها ويرسم سيناريو المطش ويشوف الطريقة الأفضل ويختار العناصر اللي عندها قدرة على تقديم الطريقة دي حاك شايف الطريقة اللي ممكن تنفعنا أو تخدمنا في مواجهة الكامير لا الطريقة غير دي نلعب أربعة زي ما هم يعني فتوح وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعمر كمان ولكن زي ما قلت الهجمات اللي علينا من العمق لازم باكيني باكيني باكين ما تبقاش للدنيا ما فيها مسافات ما بين استردباك والباك نقل ندايق المساحات كنا لما تلعب على الطرف ابتدي أطلع وابتدي الترحيل بالنسبة للتلاتة اللي وراء نص الملعب لا يكفينا تلاتة نلعب أربعة أربعة بس أنا الكلام ده ما ينفعش يعني الواحد يعني ساعدت ده من وجهة نظري احنا عايزين نسمى وجهة نظرك ومن وجهة نظري وإن أنا شايف فرقة الكاميرو هنلعب أربعة اتنين دفندرين في نص الملعب عاديين اللي هم السولية والنيني ونحية اليمين زيزو ونحية الشمال مفاجأة وده لعيب أنا براهن عليه إمام عشور إمام عشور ملعبش ولكن لو لعب حيبقى كويس وحيقدي بشكل كويس هريح مرموش هريح فرقة هريح واحد هتريح مهاجم هنلعب باتنين قدام محمد صلاح في مكان ونحية اليمين كجناح ومعليش راس حربة محمد شريف هتريح قعد مصطفى مش عشان حد وحش أو كل ماتش ليه ظروفه وكل ماتش ليه الناس اللي تقدر تأديه بشكل كويس من وجهة نظر كل واحد من وجهة نظر بس أنا طبعا اللي بقوله ده حيبقى بعيد قوي عند مخي ممكن يعني يفكر فيه بعد سنة ولا حاجة إن أنا من خلال متابعتي بعد السنة ده انت متفاعل أو كابتن خير نو يعود يعني فلازم نزود نصف الملعب بواحد أنا قلت إمام لأن إمام عنده إمكانيات دفاعية كويسة جدا مجهود كبير جدا صغير في سن بيشوت بشكل كويس جدا وأنا لازم أعد أدور في الماتشات دي على الناس اللي بتصويب على المرمى كويس لأن التصويب على المرمى ممكن يفكي لك شفرة الديفنس والتخبيط والكور المشتركة والكلام ده كله فأنا بالرباعي بتوع نص الملعب دول أنا حضما إنني عنده كورة كويسة من ناحية الاستلام والتمرير عمرو السلية مجهود هايل دفاعيا وساعد بيكمل ويقدر يرد زيزو نحية اليمين حيبقى من وراء صلاح مش حيخلي صراح إنه هو يرجع يقوم بمهام دفاعية كتير لأنه حيقفل في الحتة دي زيزو حالة السلية زيزو عمل حالة وإمام عشور نفس الكلام نحة تانية بيمتاز بالتصويب كورته كويسة بيعرف يبصي الكورة كويس اللي أربعة مش هنفقد الكورة بسرعة لأن في الماتشات الجامدة دي أحمد طول ما الكورة معاك في رجلك مش هي فيك جواه هل ينفع الكورة تبقى مع منتخب مصر ويجي في ناجون عمرها ما هتحصل فحتى المدربين المدر والموهوبين يقولك حافظ على الكورة دي من إحدى خطوات الدفاع إن أنا بدل ما أقولك دافع شتت ولا امسك ولا رائب لا خلي الكورة في رجلك يبقى أنت بتدافع لأن الكورة في رجلك مش هي فيك جواه فأنا شايف يعني لما بعض كده وبتفرج وشفت فرية الكاميرون نتمنى ربنا إسان وبعدين حتة الخوف إن بقى أمام عشور ما بيلعبش بتاع ما اللعبة ما بتلعبش ونزلت تقدت بشكل كاز جدا بمناسبة كلام حضرتك على التحكيم والانفعالة على الحاكم ماوي لآخره يعني زميلنا جابونا لقطة حلوة كده كان فاول علينا على منطقة التوامنطاشر والنني رأى يتخلق مع الحاكم بص كام واحد يا أحمد اثنين اربعة سبعة لعيبة بس حجازي هنا دخل وعمل لقطة لطيفة جدا عمل إن هو كان الحاكم بفكر يطلع إنزار للنني بالزبط فدخل حجازي وقعد يزعق للنني فالحاكم بتده يبعد ويتابع الموقف وبيحوش بينهم والسلايا بيدحك وراء شاب السلايا ايها ومحمد صلاح اللي هو فضار وده بص محمد بيبص ازاي بتورج لا بس هو هو يعني يقول له زاز جدا لا هو هو كله فراكشن السلايا بصراحة الحاكم يتخذ وبعدين مطش الكاميرون مع جانبيا اللي فات فيه لعيب من جانبيا متقالي في أول عشو ده يضطرد طيب نحن خايفين من البيسيقرات يعني خايفين من التحليل بتاع الكورونا وخايفين من التحكيم وخايفين من تلاعب بأي شكل من الأشكال يعني كل حاجة تانية بقى احنا لها يعني لازم نتعامع وبعدين ما احنا كنا نفس الملاعب ونفس نسبة الرطوبة ونفس ضرعة الحرارة وعملنا 240 ديئة بس انا عايز اقول حاجة للعيبة قبل ما انساها ممنوع التاكلينج او الزحلقة دور خط 18 لا ده هما وقد دين منا بطولة افريقيا بفضايا تحكيمية يعني 2017 باين صح النهائي مع الله ما سيب الخير بقى هكتور كوبر بالزبط كورتين يعني انا كنت بقول بصراحة واحدة منهم اكيد 100% فاول ما حا فيش حكم يختلف عليها والزومة اللي بيأكدولي لا احنا شايفين ان الكورتين لهم الكاميرون يا لو تجيبوا لنا اللقطتين بسرعة اللي اتنين فاولات فما بالك بقى والبطولة على ارضهم وما بالك والجمهور قاعد في المدرجات فطبيعي انه حتى لو الحكم ما عندوش تربص بالمنتخب المصري طبيعي هيتقص طبعا يعني طبيعي البلد اللي منظمة والجمهور اللي موجود اكيد انا مش عايزين ندي بقى الحكم فرصة ان يتربص ان يصطرنا الملاش لازمة لانه بتعمل علينا خطورة رائبة من اين تقل الكاتف مع منتخب الكاميرو ايه اضعف خطوطه مين اللاعبين اللي ممكن يبقى عندهم صغارات لو اشتغلنا عليها ممكن نختف الملاش الديفنس كلما يعني ازاي حاجتين مهمين جدا فكور ازاي الارتتاد التمركز الدفاعي الجايد بالنسبة لنا الاربعة الديفنس والالاربعة اللي انا قلت عليهم بتوع تحول السريع من الحالة الدفاعية للناحية الهجومية عن طريق مين محمد صلاح وعايزين واحد تاني سريع مش عايزين واحد محطة يعني يقف ويحط الكور لا عايزين واحد يتحرك في المسافيات الفاضية بسرعته تتحطله الكورة وبعدين ازاي الفرقة بتاعتنا تطلع تكمل وراه تريزي جي تقيمة كليف ايه في مطش هاي مطش اللي فات رجع هاي لو خليته يبتدي لأ انت بتحرقه وبتظلمه لأ انا خليه ورقة بديلة لان تريزي جيه من الحاجات الحلوة اوه فيه اللي بتديله خطورة رهيبة ان هو واحد على واحد عايز يفوت عايز يلعب من وراء البكات فديه بتديله اشوف مبارح الجون اللي جابه مكمل ازاي وسبق اشرف حكيم ازاي وحطه في داره وحط كرانه طيب هنفترض انه هاي لعب اربعة تلاتة تلاتة هاي اروح للسيناريو اللي ممكن يكون اقرب وغياب سواء الوينش مش جاهز او يعني راجل مش عايز يخطر به او يبتدي به هو او حجازة اعتقد انه وجود عبد المنعم وايمن اشرف هيكبره على تفكير في بديل تاني مختلف عن ايمن في نص الملعب مين البديل اقرب من وجهة نظرتك لا وممكن يكبره انه يلعب بايمن اشرف في نص الملعب ويلاعب محمود علاء ممكن يروح لكده يعني تبقى هو اصله هو انا اقول لك هو من نوعية المدربين اللي بتتعلق باي اشايا هو بتعلق باي اشايا ايه بل اشايا اللي هتعلق بيها احنا كملنا والناس نزلت وخلصنا كويس وكسبنا وطب ما ابتدي زي ما نهيت ده ده التفكير اللي حقيقي في دماغه زي ما هو اشحالك شايف انه اللي نفع مع المغرب ما ينفعش مع الكامير لا اطبع لا اطبع كرة القدم ما فيهاش حاجة ثابتة كرة القدم كل ثانية فيها متغيرات لو مش هتمشي مع المتغيرات وتقيمها وتبتدي تواجهها وتعليجها مش تلاقي نفسك طب انا خليني اقول يعني هروح يعني اتمنى كده انه يعني لو مش عبد المنعم والوينش مثلا ومش هيحط ايما في نص الملعب يبتدي بمين في قصة ما لان انا عندي تغييرة حلوة جدا عندي احمد سيدزيزو تغييرة حلوة جدا الاتنين دايما لما بينزلوا بحس انه المنتخب فاق وبقى ليه انياب وبقى قادر يوصل وبيغيروا من شكل المطش كده فالاتنين دول تغييرين او اوراق جانبي عددك اوراق ربحة زي ما بيقولوا اضحي بواحدة منهم مبتدي بيها ولا حاجة شايف مثلا انه حد زي امام ممكن يبتدي في بداية المباراة ولا روح للعيب في نفس المركز نفس الوقت الوزيشن ده زي مهند لاشين مثلا لا انا اللي حتمتناه ولا اللي هو هيعمله اللي اتنين اللي انا متوقع انه هو اللي انا اتمنى لا يبقى ايمن أشرف ومحمد عمينة وزي ما قلت لك في القلب لكن التلاتة بتعوى النص التلاتة لو حيلعب بتلاتة سليا ونيني يمين تلاتهم زيزو ده اللي انا تتمنى اه من واقع ايه اللي شفناه من الماتشات اللي فات والفرق اللي بيعمله زيزو لما كان بينزل ولكن هو مش عامل كده يا ريد يعني هو ما بنهو مش حيغير انا بيقول لك هو بتعلم باي اشياء انت عارف هو ممكن يعمل ايه لو لعب ايمن أشرف ومحمد عمينة حيبتدي بتريزيين زي ما ابتدى بيه في الاول مطش الناجيريا في نص المالحة ايه لصغرات اللي شفتها في منتخب مصر في المطشين دول اجدنا وكسبنا وعدينا بس اكيد طبعا كان عندنا اخطاء او كان في صغرات تتمنى ان احنا نتفاديها او منكررهاش قبل مطش المغرب قبل مطش الكاميرا الميز باس بيبقى كتير يعني ساعات اللعيبة بتعمل تمرير خاطئ بدون لازمة هو مش مضغوط عليه ومعه مش حد عشان كده مهم جدا انا عايز برضه اقول لهم كلمة انا يعني لان الواحد من خبرته بيحس باللعيب انا عايز اقول لهم ما تخفوش في بداية الماتش ما تخفوش ليه انزل العب لعبك الطبيعي ما تفكرش في حاجة ولا في نتيجة ولا في اي حاجة بس لازم من البداية ما يكونش فيه خوف لان الخوف دوا بيجيب ميسبوس زي ما بقولك تمريرات خاطئة كرة بتتقطع مننا بسرعة فبتضغطنا بلاش قوار طويلة ملهاش لازمة من الديفنس للفراودة قدام مش على طول انا دي ممكن تتعامل اشوفها مسلا في كل شوط مرة ليه لان ما فيش حد من خط النص في وادي ما حدش ظهرلي فالعب كرة طويلة لو انا حجازي او انا محمد عبدالله انها مش على طول لان مش هتبقى في مصلحتنا تالت حاجة كل ما حنبعد حنبعد عن القوار المشتركة مع لعبة الكاميرون احنا حنبقى كذبانين وكل ما حنحط نفسنا في قوار مشتركة معهم هم اللي حيبوا كذبانين لان هم اقوى جسمانيا وبدانيا هم احسن اقوى مننا فنبعد عن الحتة دي يبقى ازاي تحرك بدون كرة لازم اللعيبة تتحرك من غير كرة للعيب المستحوز على الكرة بشكل كبير كل ما حتحرك من غير كرة اللعبة قدام برضه الفرق الافريقية كل ما هو شايفك هو شايفك انت حيرقبك كويس قوي انه كل ما كرة بتتحرك وانت بتتحرك بدون كرة لا هم مش كويسين في الحتة دي طيب بعيدا عن البطولة انا اكسبت يعني اشاف انه اهم مكسب انه المنتخب المصري is back on track زي ما بيقولوا يعني رجع مرة تانية على على القطبان تمام ازاي حافظ حافظ على ده بصرف النظر على نتيجة ماتش الكاميرون وقبل ما اروح لمشوار كاسع الحالة المعنوية اللي حصلت الثقة بالنفس اللي حسها سكواد منتخب مصر حتى اللعيبة الجديدة اللي ما عندهاش 3-4 مطشوات دولية الثقة اللي خدها الجهاز الفني بعد العروض الكويسة اللي قدمها في امم افريقي الثقة اللي رجعت للجمهور اللي حاجت تتفي معي انها كانت غايبة حتى ما قبل ماتش كودي فور ازاي حافظ على الحالة دي بعد كده عشان ابني بقى ان احنا نرجع مرة تانية اسمحني بس كابتن خالد طبعا الحمد لله على السلامة فعليا بدأ المشوار في ابو ضبي وصول بعثة النادي الاهلي برئاسة طبعا خالد مرتجي طارق انديل عضو مجلس ادارة وصول البعثة على الهواء مباشرة زي ما حضراتكم شايفينه استاذ جمال جابر كابتن زاكريا ناصف امير توفيق طبعا ده من على الهواء مباشرة طبعا ان شاء الله بإذن الله على مدار الايام اللي جاية هنتابع طبعا لحظة بلحظة اخبار البعثة واستعداداتنا لبداية مشوار المونديال يوم السبت اللي جاي كل التوفيق بإذن الله رجالتنا ان شاء الله اماننا كبير جدا فيكم معلش كابتن خيات كان مهم ننقل لقطات وصول البعثة على الهواء كنت بس على حضرتك الحالة العامة اللي عند الجمهور والعيبة والجهاز ازاي نحافظ عليها بصرف النظر عن نتيجة مطش الكامير وبصرف النظر عن هنوصل لغاية فين في بطولة أهم أفريقي نحافظ عليها ان بإذن اللعيبة على نفس التركيز ونفس الجهد ونفس الثقة ونفس الإخلاص ونفس الحب يبتدوا الماتش اللي جاي نفكروش في نتيجة زي ما حتطلع طول ما احنا شايفينهم ان هم ما بيأثروش الجمهور مش حزعة منه حتى لو خسرنا هو اهم حاجة ان الناس تحس ان اللعيبة مش مؤثر ان فيه مجبوط جواه الملعب كل واحد بيحاول كل واحد بيبزل أقصى جهد عنده النتيجة دي بتاعت ربنا في الآخر حتى لا قدر الله لو ما كسبناش عندنا مرحلة بعد كده لازم ندي اللعيبة ثقة ونقف وراهم عشان بإذن الله نوصل كاس العالم السؤال الأصعب اللي احنا شوفناه من منتخب مصرف مطشينة كود ديفور ومطش المغرب من وجهة نظر كابتن خالد جدال كم في المية للعيبة وكم في المية كم؟ 70% للعيبة 70% للعيبة 30% للجهاز الفني خد بالك أحمد انت لو تراح الصلاح والنين جوه الملعب دول مدربين يعني لعيبة كرة بس تحس ان فيه اتنين مدربين جوه الملعب من ناحية توجيهاته من ناحية التنفيذ اللعيبة للواجبات من ناحية الكلام من ناحية قيادة الفريق كيروش كمان لما تبص على كيروش تلاقيه كل لما يتكلم يجيب محمد صلاح يتكلم معنا؟ تتوقع ان العروض اللي قدمها المنتخب تضيف او تفيد الكرة المصرية احنا قابلنا منتخب المغرب كل محترفين كلهم بلعوف فقندها كبيرة كل محترفين هل حضرتك شايف انه ممكن العروض دي تساهم من ناحية الترويج لللعب المصري تزاوج وتعدد اللعبين المحترفين برا تضيف يبقى ليها صدق او مردود على البطولات المحلية واهمها طبعا بطولة الدوري بشكل كبير بالذات ان لعبتنا لفتت الانظار لها يعني ممكن نلاقي محترفين زادوا فيه لعيبة حاجي لها ممكن عروض واللعيبة اللي هترجع تنعف الدوري المحلي اكيد هتساهم في رفح المستوى فهي مكاسب كبيرة انت توقعك الشخصي المطشي الخميس يا كابتن خالد توقعي الشخصي هنكسب بإذن الله بإذن الله وتتمنى بس المطشي بسعب طبعا وتتوقع نقبل مين في النهاية على فكرة فرق بوركينة فرق جمدة جدا بس السنغال جمدة بردو برح لقبه على فترات هو أول مطش شوف السنغال بس جمدين جدا لما حسوا برح ان فيه خطر ويداسه شوي هيبقى السنغال أقرب ماتشينا مع الكاميرون لازم التعامل بحنكة كبيرة جدا مع الحاكم عشان ما يدفعناش يخسرنا نطلع بإذن الله ربنا حيسهلنا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بلحظة برضو هنتابع معاكم زي ما كل يوم هنشوف ونبص على السعادة الأهلي في أبو ظابي المشوار في كاسر العالم بالتأكيد منتخب مصر حاضر معنا لغاية ليلة المباراة إن شاء الله كل يوم في السادسة على شاشة الأهلي بشكر حضرتكم على المتابعة واشكت نمينا النهاردة كابتن خلت شكرا يا أحمد شكرا شرفتنا ونورتنا ونشوفكم على كل خير